أنت شفت التطوير إزاي؟ أنا شايف التطوير على أرض الواقع في فكرة الاسكواد الأول اللي هو يبقى أنت عندك فريقين وأنا اتكلمت من وجهة نظري أن أنت عشان تكمل في موسم صعبة زي ده لازم الروتيشن يكون بشكل مدروس ويكون عندك اللاعب اللي بيلعب أساسي واللاعب اللي قاعد عندك هو هو نفس المستوى أو قريب جدا من المستوى اللي قربه الأساسي لأنه هو ده اللي هيحصل بشكل كبير جدا يوضح قد يحصل تطوير في فريق النادي الأهلي وهو ده اللي ممكن يفرق النادي الأهلي عن أصلا أندية الدور المحلي وكمان عن الأندية الأفريقية لأنه أكاد أجزم أن النادي الأهلي هو أفضل اسكواد داخل القرى عشان كده أنا حابب أن جماهيري النادي الأهلي تتعامل مع القايمة وإحنا بنعلن القايمة ما تدورش على فكرة هو مين اللي استبعد النهاردة من القايمة لأن بالتأكيد هتلاقي نجم كبير أو لاعب كبير يقدر يقدم الإضافة ملوش دور في مباراة بكرة أو ملوش دور في مباراة بعد بكرة ولكن هتلاقي دايماً له دور في المباراة المقبلة هتلاقي اللي بيلعب أساسي ممكن يكون النهاردة أساسي المتش اللي بعده ممكن تلاقيه يا إما خارج القايمة يا إما قاعد على دكة الاحتياط لأنه هو ده اللي قدر النادي الأهلي يوفره من اسكواد محترم تقدر تلعب حرفياً بفريقين النهاردة بيعود الكابتن محمد الشناوي بعد إصابة حمد الله على سلامة الكابتن محمد الشناوي وبيعود للتدريبات وبيشارك للتدريبات لكن عندنا ثقة والجهاز الفن عنده ثقة كبيرة جداً فعلي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء فكان الكابتن الشناوي مفيش استعجال بالدفع به داخل القايمة وموجود علي لطفي وأعتقد كلنا لاحظنا مستوى علي لطفي حتى على مستوى الثقة في مباراة الإسماعيلي يمكن هو تم اختباره في كرة واحدة ولكن فارس دايماً حارس المرمى للفرق الكبيرة لازم بيكون مركز التسعين دقيقة لأنه ممكن يجيله قرة واحدة فقط لغير يكون اختبار وحيد في المراءة فلازم يكون مركز طول التسعين دقيقة عشان لما يجيله القرى دي في دقيقة من التسعين يكون قادر أنه يتصدى لها بكفاءة وده اللي عمله علي لطفي وده اللي أكده بيتسو مسماني برغم عودة الكابتن محمد الشناوي ولكن علي لطفي هو في القائمة وبنسبة كبيرة هو حارس مرمى النازل أهل بكرة من بنك الأهل